سببت عاصفة قوية في هطول أمطار غزيرة على جنوب ولاية كاليفورنيا أمس الاثنين مما أدى إلى سيول غمرت الشوارع وانهيارات طينية وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من التقص المتطرف في مناطق من كاليفورنيا وجنوب غرب ولاية أريزونا فيما أبلغت شرطة لوس أنجلس عن وقوع عشرات الحوادث المرورية التي أسفرت عن إصابات أفراد ومقتل شخصين بسبب سقوط الأشجار وانقطاع تيار كهربائي عن نحو ثمانمائة وخمسة وسبعين ألف منزل وانتشلت فرق الإنقاذ عشرات الأشخاص ونقلتهم إلى أماكن آمنة وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي تحدث مع حاكم ولاية كاليفورنيا وتعهد بتقديم مساعدات اتحادية للمناطق التي تضررت بشدة من العاصفة